طيب دعنا نذهب مباشرة إلى صحيفة الجريدة ونقرأ منها الجميعاب يقول الحركة الإسلامية ليس لديها مستقبل بالسودان نقرأ تفاصيل هذا الخبر اعتبر القيادي بالمؤتمر الوطني محمد محيددين الجميعاب أنه ليس لدى الحركة الإسلامية مستقبل في السودان بما فيها حزباء المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني ووصف الأخير بأنه شاخ وضعفت أطروحاته في وقت انكشف فيه عن موافقة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على المنظومة الخالفة وأرجع الجميعاب فقدار الحركة للمستقبل لجهة أنها جربت وصاحب تجربتها كثير من الفشل بالإضافة إلى تغيوبها للحرية وإضعاف المؤسسات واحتكارها للسلطة والمال وقال الجميعاب في حوار مع صحيفة الجريدة ينشر لاحقا إن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والشعبي والواجهات الإسلامية ليس لها أي مستقبل في السودان لأنها لم تستطع تصحيح أخطائها المتراكمة وألفت إلى أن تجربة الإسلاميين في الحكم أثبتت أنهم لم يعودوا يستجيبون إلى حركة النقد والتقييم فأصبحوا يكررون الأخطاء ولا يستفيدون منها هل فعلا يعني الحركة الإسلامية ليس لها مستقبل في السودان سيد مصطفى؟ والله هذا هو طبعا رأي الأخ دكتور محمد 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 الدين ربما يكون ناقم ربما يكون غاضب ربما يكون عاتب لا أعرف حقيقة ما هناك أسباب أكيد وراه هذا الحقيق يعني هناك أسباب مؤكد لكن إذا أعملت القياس العقلي وأعملت القياس يعني بتاع التقليم الحقيقي ميزاني حقيقي بتلقى في الشارع السياسي أفتكر أنه بالعكس أنا أفتكر أنه الحركة الإسلامية لم تغيب المطار الوطني لم يغيب رغم أنه المطار الوطني نفسه ينتقد من قبل منسوبينه وينتقد حتى من قبل رئاسه سبق للسيد الرئيسي الجمهورية وهو في نفس الوقت الرئيس المطار الوطني يعني قال أنه يخشى على أن يتحول هذا الحزب إلى شبيه للاتحاد الاشتراكي السوداني باعتبر أنه تتكلس القيادات لا تتحرك ما يحصل فيها تجديد والآن لو الناس يعني تشهد في الساحة هناك مؤتمرات تنسيطية كثيرة للمطار الوطني في خلال الفترة إلى حين عقاد المطار العام ديمكن لإعادة يعني تدفق الدماء في عروقه بالنسبة للحركة الإسلامية يعني الحركة الإسلامية في فترة من الفترات كانت تعتبر المطار الوطني واجهة سياسية للحركة الإسلامية المطار الوطني يعني تجاوز مسارة يكون واجهة سياسية للحركة الوطنية أصبح يستوعب عدد كبير جدا حتى من خارج يعني من غير المسلمين يعني ولذلك لا يصبح واجهة سياسية للحركة الإسلامية الحركة الإسلامية ليها صوتة ليها يعني قدرها ووزنها يمكن ما عندها التأثير الكبير في الشارع السياسي بذات القدر الذي كان لها قبل أن يحدث ما عايز أقولي شيئاً قبل أن يحدث انفصال ما بين أعمال الدعوة وما بين الدولة وتكوين الأحزاب السياسية تبسى مصير أن هذا يعني أن أيضاً ليس لها تأثير على مركز القرارات في الدولة ليس بالقدر الكافي لكن عندها تأثير لكن ليس بالقدر الكافي يعني ربما يكون لا رأيه ربما يكون لا صوت لكن ليس ملزم ليس ملزم الآن الدولة ماشى في انفتاح سياسي ماشى في قبول الرأي الآخر واتجهت إلى أن تؤسس لنظام سياسي جديد بالتوافق مع كل القوى السياسية من خلال مؤتمر الحبار الوطني الذي قدم توصياته ومخرجاته قبل فترة والآن هي أمام البرلمان لإيجازة من خلال التعديلات البستورية المتوافقة مع مخرجات الحوار الوطني يعني هي الحركة الإسلامية ما أعيز أن أقول لك ضعفت لكن لم يتعد لاعبا أساسيا وحيدا في الساحة السياسية كذلك المتوافق الوطني هناك عنده تحالفاته عنده كذا لكن برضو لم يعد اللاعب الأساسي الواحد يعني يا رد سيد مصطفى بيجاز يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف الحركة في السودان خصوصا أنها يعني بدأت يعني كانت في القرارات الأولى في بداية الوضع المنظومات السياسية لكن الآن ما هي الأسباب ياز ما هي الأسباب لكن أقول لك أنا ويم عليك الحركة الإسلامية يعني يمكن أسباب ضحفها بعد انقلاب الثلاثين من يونيو استيلاء الإنقاذ على السلطة في تلك الفترة وكان خلف حقيقة الدائمة لها الإسلاميين حدث ما يتعارب عليه بمسألة رفع المصاحف بأن حركة الإسلامية تتفرق بالدعوة والآن هناك اتجاه جديد لبناء الدولة يمكن هذا أدى إلى ضعف هذه الحركة النوعا ما بعدين يعني بعد أن سار النظام إلى خطوات إلى الأمام برضو واحدة من الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة إضعاف الحركة الإسلامية وتقليص دورة في التأثير على الدولة يمكن المفاصلة الأولى التي وقعت بداية في التسعينات تسعة تسعين أو ألفين ما بين ما يسمى بين القصر والمنشية يعني والتي يعني أصبحت قرضة العكم في يد القصر بعيدا عن أي تأثيرات أخرى كان يمثلها الراحل الدكتور الشيخ حسن الترابي يمكن دي شوية برضو أدت إلى إضعاف الحركة الإسلامية محاولة تسييس الحركة الإسلامية برضو يمكن دي أدت إلى إضعافه نوعا ما ظهور منافس قوي جدا بذات الطرح يمكن وقواعد الفهم والفكر الإسلامي للمؤتمرين في الساحة برضو أدى إلى إضعاف الحركة الإسلامية ظهر مؤتمر شعبي ظهر مؤتمر ظهر مؤتمرين ظهر هناك مؤتمر شعبي يعني ما أعيز أقول لك راحت في النص لكن ضعفة دورة طيب الجميعان بلآن وصف الحركة يعني بأنها لا تتقبل النقب بأنها تستمر في أخطائها السابقة ومن غير تغيير في رأيك هل هذا الوصف صحيح؟ والله يا أخي ما أعتقدت هذا الوصف صحيح والحركة الإسلامية على الرأس الآن الشيخ الدكتور زبير أحمد الحسن وهو يعني قياسا مع آخرين من أفضل الذين يعني تولوا هذا الأمر والروح أيضا تقبل هو روح شخصيا يعني يقبل النقب يقبل التصوير يقبل الرأي الآخر وهي مثلا مهمة جدا في تطور الحركات الفكرية وتطور الحركات السياسية عموما إذا الحركة الإسلامية ارتضت أن تكون حركة فكرية دعوية ستصير في هذا الاتجاه ما هيشعر أي جانب آخر إنها بتنافسه في مجالات السياسة إذا أغلقت باب الدخول أو إذا أغلقت الباب في إنها تتجه نحو العمل السياسي ممكن تكون موجه عام من خلال فكر ومن خلال قيم تطرحة لكن إنها ضعفة تماما أو ما أنا حقيقة أختلف مع الأخ الجمعاء فيما قالوا يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر